اذا ات كل نهار جمعة على الحياة تفهم من الله والصلاة والسلام على رسول الله اعلم بمستمعينا في برنامجكم المفضل برنامج اذا ات في حصة جديدة متجددة اهمية المقاصد مستمعي اداءة الحياة تفهم القيروان للصحة نستضيف في هذه الحصة الاستاذة الفاضلة لميا فرحاتي مرحبا مرحبا بيكسي لازر ومرحبا بكل المستمعين ايضا في الاخراج والتأثيث نرحب بمحمد دياه فجرية مرحبا بالجميع المستمعي لفاظ المستمعي ذات الحياة تفهم ونحن نتكلم عن اهمية المقاصد نريد ان نبسط هذه المسألة باعتبار ان ديننا مبني بالاساس على مقاصد واهداف وغايات كنا قد رأينا في حصة ماضية هذه المقاصد التي هي مصالح وغايات واهداف ولا تعدوا ان تكون ثلاثة هي الضرورات والحاجيات والتحسينيات ووقفنا عند الضرورات وهذه الضرورات هي تشمل الكليات الخمس وبدأنا بالعقل استاذتنا الفاضي لمازلنا نتكلم عن العقل بدرجة اولى عند من يعني جعله في المرتبة الاولى في مستوى الكليات ثم من بعد نمر الى الدين حفظ الدين بمن العلاقة تلازمية بينها حفظ العقل وحفظ الدين يعني بسطة بصفة اهمة عن العقل ثم نمر الى حفظ الدين فلتتفضل لمشكورته شكرا سيلا زهر صحيح ان العقل هو افضل يعني ما ميز به الله تعالى الانسان عن بقية الكائنات ودعا الى حفظه ودعا الى تفعيله وحرم ومنع كل ما يضر به سواء كان اسعى لتحريره مثلا من الخرافات والاوهام تحريم كل المسكيرات التي تذهب العقل ايضا العقل هو المكلف بفهم الدين وهو المكلف ايضا باستمرارية هذا الدين يعني انه اذا كان القرآن لازال الى اليوم يعتبر هو مصدر للتشريع فهذا بفضل الاجتهاد العقلي في النص الديني لذلك جاء القرآن للاهتمام بالعقل العلاقة طبعا هي علاقة تلازمية هنا ربما انه نقف عند قوله تعالى بعد عوضو بالله مشترجين بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي لو جانب مثله مددا بطبيعة الحال هذا الذي لا ينفذ هو اللباد والدنالات المعاني هي المعاني لانه الالفاظ منتهية يعني لكن المعاني لا تنتهي والعقل كلما هو العقل يتجدد بتجدد الانسان وبتجدد الثقافة يعني كلما تجددت ثقافة الانسان كلما تجدد فهمه للدين لكن هذا الفهم طبعا وفق ظوابط شرعية يعني هنا عندما تحدث عن علاقة الدين بالعقل رأوا ان العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح فاذا وجدنا عفوا اذا وجدنا يعني تناقذ او خلاف بين العقل والنص فهو اما انحراف عقلي اذا كان النص صحيح او اذا كان العقل صحيح فهو قد يكون هنا فهم مثلا خاطئ للنص او فهم للنص قد يتعارض مع العقل لكن في الاصل او تأويل بدون دليل نعم تأويل بدون دليل شرعي او دليل عقلي لان العقل مصدره الله والنص مصدره الله فالوحدة المصدر لا يمكن في النهاية ان يتنقذان يعني العقل والنص لا يمكن ان يتنقذان العلاقة كما يقول للغزالي هما نور على نور يعني كلاهما العلاقة بينهما علاقة يعني جدالية وعلاقة تلازمية ولذلك الغزالي ايضا في قولة اخرى يقول العقل كالأس وشرع كالبناء لا يغني يعني وسم بدون بناء نعم يعني العلاقة تلازمية يعني حتى العقل هو الاساس في فهم النص ولكن الفهم العقل يجب ان ايضا يخالف ضوابط النص اللي هي صريحة اللي هي واضحة يعني هناك لك عليش الايات القرآنية فيها ايات محكمة وايات متشابهة يعني المجال المفتوح امام العقل هي الايات المتشابهات الايات المحكمة هي الضوابط حتى لا ينحرف العقل البشري يعني بتبعي يعتبر الدين هو الضابط للعقل حتى لا يخرج عن عن المنهج الصحيح يعني لانه العقل البشري في النهاية مثل ومثل اي حاسة من الحواس البشرية يمكن ان يخطأ يمكن ان يعني تترأى له انحرفات فما يعسمه من ذلك هو الايات المحكمة من النص يعني حتى اي ولذلك ربما يعني هنا نتذكر يعني قولة بالرشد لما يقول العقل مثله مثل ميزان الذهب نصت يعني نزم به الذهب ولكن لا نزم به الجبال يعني اذا يعني خرج عن طاقته وعن حدوده ربما انه يظل ويتي ويتيه طيب الان سنتكلم عن الكلية الثانية وهي حفظ الدين حفظ الدين اولا ما هو هذا الدين بصفة عامة يعني ما هو هذا الدين وما هي الوسائل الاساسية التي يمكننا ان نعفظ بهذا الدين حتى ربما انه اه يكون صالح لكل زمان ومكان ثم يعني اه هو في الحقيقة انه جاء ليسعى بحياة الانسان نحو الافضل ونحو الاسم نحو الاسماء في هذا اللي في هذا اللي طار اه استاذتنا نتكلم ونبسط المسائل لمستمعين الافاضل مستمعي ذات الحياة اف ام في برنامجهن اذا فلت تفضلي هو ان الدين عند الله الاسلام هنا لابد ان نضع السطر تحت الاسلام انه المقصود في الاية ان الدين عند الله الاسلام اي الدين الذي اراده الله للبشرية منذ ادم عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم فان الدين الاسلام ليس لا يقتصر فقط على الرسالة المحمدية باعتبار ان الرسالة المحمدية هي الخاتمة لكل ما لكل الشرائع السماوية ولذلك انا استحسن البعض الذي قال ان الدين واحد فلا نقول ديانة مسيحية وديانة يهودية الاصل نقول شريعة مسيحية شريعة يهودية شريعة اسلامية فالدين عند الله دين واحد وان جاءت شرائع مختلفة ومتنوعة وبالتالي الدين عنده الاصص انت قلت ما هو الدين الدين اللي هو عنده الاصص اللي هي مشتركة ما بين كل الرسالات السماوية يعني هذا في مفهوم الدين عامة يعني كيف كيفية حفظ الدين يعني هذا الدين هذا الدين في حد ذاته ان الدين عند الله الاسلام ما هي مكوناته مكوناته الرئيسية مكوناته هي عقيدة التوحيد هي العقيدة التوحيد يعني شوف وجود الله أو الإمام بإله موجودة في كل الحضارات يعني حتى يعني قيل أنه أو هيرودوت أظن أنه مؤرخ إغريقي يقول وجدت مدن بلا مسارح ولا يعني حصون ولكن لم تجد مدن بلا معابد أنه كل حضارات فيها يعني فيها عبادة الله لكن ولذلك قال يمكن يعني أن توجد يعني يمكن أن توجد مجتمعات بدون علوم وبدون فنون وبدون فلسفات ولكن لا يمكن أن توجد بدون ديانة هو أمر فطري في الأنسان أنه لابد أن يكون هناك إله يعبده لكن الانحرافات اللي وقع فيها الناس هي من يعبدونا يعني هي التعدد التعدد أو الشرك بالله تعالى لذلك الرأو أنه كل كل الرسالات السماوية جاءت تؤكد عقيدة التوحيد جاءت وإلهكم إله واحد قل هو الله أحد يعني فكرة وجود الله فكرة يعني فكرة موجودة عندنا كل الناس لكن الانحراف الذي جاءت الرسالات تدافع عنه هي عقيدة التوحيد حتى في مجتمعنا اليوم نتسائل هل كل المجتمع المسلم هو مجتمع موحد هل كل من هو موحد في الأصل هو موحد حقيقة يعني وبالتالي نحن نرى مثلا ممارسات شركية حتى في مجتمعنا تبعد الإنسان عن جوهر وعقيدة التوحيد يتفقنا إذن الدين الذي نتحدث عنه هو دين الأعقيدة عقيدة نعم عبادة يعني ممارسة شعائر الدين عبادات ومعاملة معاملات معاملات وهذه العبادات وهذه المعاملات هي في جملتها أحكام أحكام نعم أحكام شرعها الله سبحانه وتعالى ربما نتأتي تحت عنوان أوامر ونواهية إذن هذا الدين هو أوامر ونواهية طيب هذا الدين الذي هو أوامر ونواهي وهو كليا ملكليات الخمسة ما هي الوسائل التي نحافظ بها على هذا الدين؟ هي الوسائل متعددة أولا لابد أن يكون هناك فهم صحيح للدين أولا مثلا أن العلماء وهي التي يمكن نجدها اليوم غائبة عند البعض أنه لابد أن نعرف الناس بدينها الصحيح لابد أن نجد من يعني الدعوة إلى الله تعالى رهي الدعوة ليست مقتصرة فقط قبل كان ثم الجهاد في سبيل الله اليوم الجهاد لابد أن يكون بالكلمة الجهاد بالنصيحة الجهاد ببرامج مثلا مثل هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تقدم المعلومة الدينية الصحيحة للناس أو تبسطها الجهاد في الإعلام يعني في النشر أيضا مثلا حتى عند الغرب أن نعطي الصورة الحقيقية أستاذتنا الفاذل هذه المسائل يعني هي مسائل مسائل دقيقة جدا نريد يعني أن ندقق فيها ونبسطها لمستمعينا ولكن نستوقفك ونعود بعد الفاصل نخرج فاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا إذاءات كل نهار جمعة على الحياة تفهم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عدنا والعود وأحمد مستمعي إلى فاضل مستمعي إذاءة الحياة تفهم الخير وانا الصحة في برنامجكم إذاءات مع موضوع أهمية المقاصد مع بطبيعة تحاول سيدتني الفضل لم يفرحة سيدتني كنت تتحدثين عن وسائل حفظ الدين وانتبهتي إلى دور العقل في فهم هذا الدين لأنه فهم الدين في حد ذاته أو لو نتكلم بسفة نعم ونقول فهم الشيء مهما كان يعني فهم ماهيت هذا الدين وما فيه من أحكام وما فيه من دلالات ومقاصد وما فيه من أوامر ونواهي فهم في حد ذاته وحفظه لما نعرف الشيء نحفظه لأما ونحن هكذا يعني بعيدون كل البعد ونتكلم عن الدين وربما تكون هناك عداوة وتكون هناك يعني العلاقة علاقة نفور وربما هذا ما موجود اليوم فانت تفضلي طبعا عندما تتحدث عن علاقة النفور هو النتيجة للفهم الخاطئ للبعض أو هناك من يبلغ الدين بطريقة خاطئة حيث تخلى أهل العلم عن دورهم فأصبح من يتسبون أو ليست لهم أي فهم علمي للدين هم الذين يتكلمون في الدين فيمكن أنهم أصبحوا يقدمون رؤية خاطئة للدين أولا سعى لابد العلماء أن يقومون بدورهم في تبسيط الأمور في توضيح بعض دلالات الدين يعني الدين يسر يعني أنه يسر الدين للناس حتى تفهم معنى الدين أول ما رايك أستاذتنا بالله عن طريق الأنترنت أو عن طريق بعض الصفحات التي تبث هذه السموم راهوا ظهر خطيرة جدا راهوا إحنا قبل كنا نخاف على الأطفال وعلى الواحد من التطرف الديني توبش نوليهم نخاف عليهم من الإلحاد من الخروج عن الدين أولا لأن الأسرة تخلت تماما عن دورها في تلقين أبنائها ما بيد الدين الأولية يعني إذا كان أحيانا الأب والأم يكونوا عندهم جهل تام بالدين فكيف يمشي ربي ولدهم على هذا هذا وزيد أنت المواقع التواصل الاجتماعي أو الأنترنت وبعض الجمعيات وثم حتى استقطاب من بعض لعقول تلم ذا اللي ما زالت طارية أصبحت ظهرة خطيرة أنهم يتسألون أسئلة ليست حتى للمعرفة هي أسئلة لإنكار أصلا حتى وجود الله تعالى وهذه ظهرة خطيرة جدا إذا تفشت في مجتمعاتنا وهذه راه يتحملنا أحنا كأسادة مثلا وتحمل الإعلام مسؤولية أنه تأثير الشباب تأثير تلم رو ساعاتك ثم برامج إذاعية ولا تلفزه يخرج للشارع باش يسأل أبسط المسائل اللي يزمها تكون موجودة عند الإنسان رو ما يعرفوش يجيبوا عليها أسألة معناها أسألة سهلة في الأمور الدينية يعني أصبح الوضع خطير جدا لكن الوسائل العلمية أيضا استدتنا الفاضلة يعني الفضائيات والوسائل العلمية هذه يعني نشاهد فيها وننظر فيها يعني مواضيع تقريبا يعني بجميع أنواعها إلا أن مواضيع في الدين يعني في الدين الصحيح الصريح الواضح هذه لوجودة لها هو أشوف ساعات حتى اللي يقدموا في البرامج الدينية يزم تكون عندهم طريقة لجذب المشاهد ساعات واحدة يدور يبقى برنامج دينية يبدلوا يمشي البرنامج آخر يزم تكون يزم يولي ثمنا ترحنا للدين ترح فيه استقطاب للمشاهد أنك أنت تلامسه تلامسه في قضاياه اليومية يزمك ما تتحدثش على أمور علمية وأمور يعني أقوى من أنه يعرفها الإنسان البسيط يلزم اللي بش يتحدثه على البرامج هذا يراه يلزم يكون قريب للمواطن يلزم يبسط له يلزم يخذ له حتى معنى النماذج من حياته باش يوصلوا الدين في مكلته في شربه في كلامه في كل شيء دين حيات نعم قلت لك في كل شيء في كلامك في كلامنا الدين في حديثنا الدين في مكلتنا الدين في كل شيء لابد أن تكون تمام ممارسة دينية وهذا اللي أدته مثلا العنف اللي نشوفه فيه كل التوى والإنحرافات هذه التوى هي نتيجة البعد للناس على الدين معنى على إقامة الدين على غرس القيم الحقيقية اللي كما قلت يعني الأحكام الدينية اللي هي غرسها معاش نبدأوا نستهزقوا معنى تولي كأن إقامة الشعائر الدينية يعني أمور الشكلية فقط عند البعض حتى الذين يؤدونها يؤدونها شكليا ليست بمعنى الحقيقي طيب يعني فارغة من مضمونها نعم من أبعادها نعم وكأن وكأن دين صليت وصوم وحاج فقط رأي هذه تسمى شعائر دينية والشعائر هي علامات أنه بها تعرف أنك مسلم لكن ليست هي فقط كل شيء في حياتنا راهوا دين راهوا أنه العلم دين الكلمة الطيبة دين كل كل شيء في حياتنا لابد أن نعتبر أنه هذا كفرض واجب زمنا نأديه مش فقط أنك تصلي وتصوم وتصوم وتحج فقط أنا أديت واجبتي وقمت بكل ما علي أستاذتنا فاضلة شكرا فيما ذهبت إلي ولكن أرجع بك المقولة التي تقول الدين فيون الشعوب هذه نريد أن نفسرها الآن لمستمعينا نبسطها يعني من أين جاءت هذه المقولة وأي دين تقصد هذه المقولة نقرج فاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عدنا والعود وأحمد مستمعي للأفاضل مستمعي ذات الحياة في برنامجكم المفضل إضاءات في أهمية المقاصد ومع كلية من الكليات الخمس وهي حفظ الدين أستاذتنا الفاضلة لم يا فرحاتي قلنا مقولة هذه فيو الدين فيون الشعوب هذه مقولة التي أصبحت الآن على مرأة ومسمع من الناشئة حقيقة المقولة ومن أين أتت يعني ومن تسبب فيها هي قولة لماركس هي قولة لماركس الدين أفين الشعوب راه من قالها قالها في وضعية معينة لدين معين لأنه في الفترة هذه كانت الكنيسة مسيطرة على عقول الناس وكانت تمنعهم من العلم وكان كل من يأتي بنظرية علمية تخالف الكنيسة يتم إما أعدامه أو حرق كتبه أو سجنه أو غير ذلك وبالتالي الكنيسة كانت فيها كلي كانت تقول صدقونا بقلوبكم وأغلقوا عننا عقولكم ففيها كثم تعتي الكامل للعقل فهؤلاء رأوا ثورة على الدين وعلى الكنيسة بفصل الدين عن الدولة يعني وكما كان يقول الدين أفين الشعوب كانت الطبقات المضطهدة أو غير ذلك كانوا يبررون اذهدهم بالمسائل الدينية أنه هذا قدر ولا بد أن يؤمنوا به أو غير ذلك وبالتالي هو كان يقول أنه الدين أصبح مخدر للشعوب حتى لا تطالب خاصة الطبقات العامة حتى لا تطالب بحقوقها ولا تطالب بما يجبه لها وبالتالي لا بد أن نتخلص من هذا المخدر حتى نعرف حقوقنا هذا لا يمكن أن يكون في ديننا يعني هذه عملية إسقاط فارغة لا أساس لها من الصحة لأنه الدين ديننا لا يلغي العقل بالعكس يعتبر الحرية والحقوق من أشياء المقدسة للإنسان يعني هي مساء الفطرية في الإنسان ويزم يدافع عليها وتضع له حتى قواعد الدفاع عنها العقل طبعا أعطى مساحة كبيرة للعقل للبحث للبحث والدين لا يخاف من العقل ولا يبحث من العقل لأن العقل سيصل إلى الحقيقة التي يقرها الدين ويمكن للعقل أن يصل إلى أي حقيقة لا يقرها الدين وبالتالي هذه المقولة لا أساس لها ولا يعني ولا وجود لها في ديننا في ديننا هي إسقاط في غير محله كما أن الدين الإسلامي يباهي بالعلم والعلماء نعم يرفع من قيمتهم نعم إنما يخشى الله من عباده العلماء يخشى الله أي أن الله أي أن أكثر الناس يخشية لله هم العلماء هم العلماء نعم وأيضا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله بطريقا الجنة يعني الجزاء الجنة كاملة يعني ورضاء الله سبحانه رضاء الله سبحانه وتعالى إذن هنا الإسلام الدين الإسلامي بري من هذه المقولة بأعتبار أنه بأعتبار أنه شجع على استعمال العقل وعلى طلب العلم فلا ينظرون فلا يتدبرون قلوا انظروا ماذا في السماوية والأرض طيب نرجع إلى حفظ الدين قلنا حفظ الدين بفهمه واستيعابه ومحاولة يعني تطبيق أحكامه وتحويله يعني تحويل هذه الدين من الأمور النظرية لأمور تطبيقية وما رسال طيب سؤالا ما تروح ماذا لدينا من ديننا الإسلام يعني نريد يعني نريد أن ننزل إلى وقعنا لأنهم أنا عندي أنا كلام فارغ كان مش نبدأ نتكلم يعني في أمور نظرية ونقول أنه الدين أرى كذا أحكام وأوامر ونواهي في التطبيق أين نحن من تطبيق هذا الدين الذي هو الحياة دين الحياة نحن أصبحنا مسلمون مسلمين بالإسلام يعني نحن ننتمي إلى الإسلام ولكن الإسلام يعني ليس ليس موجود في حياتنا ليس كممارسة كان كان شيء للعمل تلقى ناس تخدم فقط من أجل المادة ليس من أجل العمل العبادة يعني أين مثلا الإتقام في العمل أين أنت وقت اللي تخدم وثم رقبة إلهية في إتقانك للعمل أو لا أنا نهار لما نرقش مدير نهار لما نرقش مدفق نهار لما نرقش فأنا لا أتقن عملي في حين أنه أنت اللي يرقب فيك الأكثر في أداء عملك هو الله تعالى هنا يغيب الإتقام في العمل أين الدين أنا مثلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ماعنا أنا نصلي وبعدك نحكي في أعراض الناس أو أشتم أو أحتقر الناس أو أنا أتحدث بكلام يعني غير لأق أو أني أغش مثلا كتاجر أو غير ذلك والله مثلا أحب ندقق فيها والله كيف هذية طرح ذا موجود كيف أنا أقول أنا أخاف الله أقول أنا أطبق ما أمرني الله به ولكن لما نوجد فرصة أني باش نسرق نسرق وكان وجد فرصة باش نكذب نكذب وكان وجد فرصة عفاك الله أنه باش وعدين نيز نيز هل يتقابلوا هذا يعني مع دين الصحية الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا إمعة الإمعة هو الذي يعني يقلد الناس كما هي الناس كلها تسرق نسرق الناس كلها تكذب نكذب الناس كلها كذا بالتالي هو لابد أن تكون لك شخصيتك الخاصة بك أنا شخصيتي أنا متربي على قيام وما بدأ أنا ريت الشارع كله مصخ أنا في يدي كاغت اللوش بوبيلة حشك بش نحط أنا الكاغت مش خطر الشارع مصخ هاي الناس كلها ترمي أنا أعبره على نفسي منيش نعبر على ما هو موجود كان كل إنسان يعبر على نفسه كل إنسان يصلح يروحه من مكان وتودين يتصلح أما كان أحنا مش نتبعه إن هاي الناس كلها تسرق نسرق هاي الناس كلها تغش نغش وبالتالي أنت اليوم غشيت فلين غدوة فلين مش غشك أنت وبالتالي مش تنتشر وربي سبحانه وتعالى يقولوا كله نفس بما كسبت رهينة نعم فهمت أندي مربوطة بالعمل لما متاعك عمل والحديث أنت الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كنت تذكر فيه وحديث مهم جدا والله حديث مهم جدا في حياتنا اليوم الحياتنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون أحبادكم إما بالوطن وأنفسكم إذا أحسن الناس أحسن وإذا أسان ناس الشنبوي ساعدهم نعم أن أكون مثلهم يعني أن أعبر عن نفسي أن أعبر عن قناعتي أن أعبر على أخلاقي أنا يعني عامل الناس بأخلاقك ليست بأخلاقي يعني للمشكلة أنه أحنا اليوم واحد يعني تقاه واحد مثلا يمارس في ممارسات شعائرية بين ذفرين أقول شعائرية للدين لكن في حياته بعيد كل البعض عن الدين حتى في الممارسات يعني حتى في ممارسات حتى ممارسات العقائدية تقاه حتى ممارسات خرافية تمس حتى من عقيدة التوحيد أصل نعطيك مثال أبسط شيء أنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهاء النقسم بغير الله تعالى أحنا تونراو الناس وراس بابا وراس الكعبة وراس الله اللي هي الرسول نهاء عن ذلك الحديث هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا برؤوس أبائكم فمن كان حاليا لكن توا تلقاها موجودة حتى موجودة وثم ناس تبهت تقولها ما نقولك والله لا في بالي أنه أنت تمارس في ممارسات هي في حد بيتها يعني منهيون عنها وممارسات بين ذفرين تعتبر من الشرك الأصغر وأنت لا تعلم هذا الجهل اللي نحكي عليه أنا في أمور مثلا أخرى جيه في يمين تقول له هيا أحلف بالولين فلين ما أحلف تقول له أحلف بربي أحلف يحلف يتجرع يخافون من الأولياء الصالحين أكثر من خوفهم من الله تعالى ويخافون حتى من الناس ويخاف لك على خدمت أكثر من يخاف من عقاب الله تعالى هذه المشكلة أنه عندما يغيب الدين في أخلاقنا وفي قلوبنا تسيطر عليها للخرافات والأوهام والمادة تصبح الحياة غاية وليست وسيلة للبلوغ الغاية للأسف أنه اليوم هي وسيلة لبلوغ الغاية وإحنا في ديننا أنه الوسيلة شريفة والغاية الشريفة يعني معناش يحني المقول من الكيافلية الغاية تبرر الوسيلة لأنه الحياة هي الطريق إلى الآخرة يعني هذه الطريق إلى الآخرة أصبحت الحياة هي للحياة لا معدن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا مطية للآخرة بالطريق وسبب إذن أستاذتنا الفاذلة يعني الدين هو دين وحياة دين ودين وتطبيق دينهما ممارسة دين وصدق في القول في العمل معاملات حسنة طلب علم مصدقية إثبات وجود مسئولية حتى سيرازر حتى الممارسات الشعائرية في الدين اليوم للأسف الشديد أصبحت عادة لم تعد عبادة وهذا الذي لابد أعيادنا ومناسبتنا الدينية وليت ميكلة وليت نكلفه في رواحنا مصروف أكثر من اللي يلزم بعيدين كل البعد على طبيعها وجانبها الديني يعني وهذا زد الأسف هو شوف الموضوع هذا يعني موضوع الكلام فيه زو شجون وموضوع يعني من الأهمية بمكان وموضوع خطير وخطر في نفس الوقت خطير من حيث الأهمية وخطر من حيث النتائج النتائج ولذلك سنواصل فيه يعني الحديث لاحق بأطناب وبسهولة لأنه أحسب أن مستمعين في حاجة ونحن كلنا في حاجة إلى تصحيم مفاهيم إلى تصحيم مفاهيم نعم ماذا يعني تصحيم مفاهيم وفهم هذا الدين فهم الصحيح في علاقته بالممارسة الشكر موصول لمستمعين الحصان تهل يعني الزمن المخصص لها مع يعني الشكر الجزيل ليستدتنا لمية فرحاتي ثم الشكر جزيل أيضا في الأخراج والتأثيث محمد ذيا فجرية ثم نوف الشرطاني فالشكر موصول لهما مع تحية الأستاذ بن علي البريكي إلى اللقاء مع الشكر